السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. موضوعنا اليوم شاطح لأكن ابو ناصر هو اللي قال لي يبي الفيلم هذا. الأولوفيرا طبعا ترى ما هو كل الأشكال. الأولوفيرا معروف. اللي يطلعبوا هالشوك مع من يمين ومن يسار. هذي كانت هنا تجيب السكين ومع الجذع تقصه. وتجيبها. نكملها الحين وش قبي نسوي. اي يزلغ هذا او يصلخ صلخ بالسكين. لما يطلع على الجلي هذا اللي تحت انا وما هي ماش شرط لنا ولا ولا هي. لكن ولا نعرف له. لكن انا عندي عامل على الملة وشفت العافية اكبر. اخلصوه وارجع لكم. هذا يطلع الجلد هذا يطلع أن فايداتنا هذا هنا بس نرجع له الحلم أن ننظف هذا كله هذا فايدته طبعا هو فايده كثيرة على كلامهم لكن أنا بالنسبة لي أنا عاني من القولون ومتعب إلى بعد الحدود وعندي الارتجاع المريء سبب لمشاكل طويلة عريضة أنا نفع معي ما عدري يعني أنا بريء من كل واحد يجربه بس كده على عماق ممكن يكون عندك تقرحات ممكن يكون عندك شي تعارضات تعارض مع استخدام هالشي أنت قبل ما تجربه يعني خذ منه شفه خذ منه شي بسيط وشفه ويغير معك ويأثر بك بالسلب أو بالإجاب إن ضبط معك الحمد لله شكر ألمر سهل قال له فايرم أنت تشرب كل مكان أنا شوفهم بالتلفزيون أو بالأنترنت بالسكين لكن ما عيلا ينفع معي بالسكين فلقيته بالشوكة هذا هاللي تقل الجل هذا تحاول تخرطه تنزله بكوب وعلى الخلاط مع ماء طبعا هو مر وطعامه ما هو زي صراحة لكن يعني العافية تبي العافية للي محتاج إلا القلون هذا والحقين القلون سواء العصبي أو هذا القلون الهضمي اللي عندها منقص بكتيريا النافعة ممتازلة بعد الحدود أنا ارتحت معه بالحيل بالحيل الانتفاخات الغازات هذي اللي توذي هذه كلها بإذن الله تروح مع هالشي كوب ماء بالخلاط تضربوا بالخلاط عشان يمتزج مع الماء وتشربوا بالعافية لكن يا اخوان ما هو كل احد ممكن عندك مشاكل ممكن عندك تقرحات ممكن عندك يعني ما هو نفس المشاكل اللي عندي انتبهوا تخاطرون بمفسكم ولا هو كل واحد انت سمعون كلامه جرب شوين منه نتفت منه اذا ما اثرت معك اذا ما وجعتك اذا ما سببت لك مشاكل توكل على له ان شاء الله بإذن الله ما منه ضرر طعمه غثيث 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 ما هو زينبت ومر لكنه مفيد الى بعد الحدود بالنسبة لأهل القانون وطبعا مفيد للبشرة مفيد للشعر مفيد للحروب مفيد لللي متفين ان شاء الله ان الله يصر على البرد اللي يطعون للبر وعندهم حساسية للجلد هاللي تقشر جلودهم مع الشمس مفيد لللي يستخدمون الحام واذا الجلد هذا اذا تقشر من الحام من حرارة الحام برضو مفيد تحطوه على نفس الجل هذا مفيد لكن بالنسبة لي انا استخدموه للقلوب لقيت معه شي طيب واثر معي وفرق معي لكن ارجع وقول لا تاخذونه الا اذا هم ناسب لكم اسألوا الطبيب اسألوا شوفوا اللي اخذوه منوه نتفة بسيطة وشوفوه ينفع معكم ولا ما ينفع انا بالنسبة لي والله نفع معي وتعمدت اني اشربه قدامكم عشان ما تقولون هذا يفت علينا الكلام وادعوه لنا بالشفاء اشتركوا في القناة